أهلاً ومرحباً بكم في هذا الفيديو الجديد سنتكلم على موضوع مهم جداً اللي هو الامتحانات وغد نجابه على السؤال اللي هو كيفاش أنني ممكن نحفظ بأقل مجهود أو لا كيفاش أنني كان نحفظ ولكن الامتحان كان صادق الشيء اللي حفظت علاج أشنا هو السبب؟ تتأملوا معي هات الصورة هذه هي الصورة دي الأصابع بإذا شفت أي تلميذة أو لأي شخص من الجيل ديالتسعينات وقلت ليه شهر مارس والشهر فيه 31 أو 30 يوم سيجبد الأصابع دياله سيبقى يحسب إذن هنا يناير 31 فبراير 30 مارس 31 لماذا لا يمكن أن ننسى أن جميع الأشهر يكون فيهم 31 ويكون فيهم 30 يوم لأنني نربطها بالأصابع دياليد إذن لا يمكن أن ننسى إذن تأملوا معي هات الصورة هذه ديال الكواكب ديال النظام الشمسي أو البلانات دي السيستيم السولير إذا كيفاش ممكن تحفظ هات الأسماء ديال هات الكواكب هاتي باللغة الإنجليزية أو بلغة فرنسية بالترطيب يعني من الأقرب إلى الشمس نحو الأبعاد إذن باش تحفظهم بطريقة اللي هي بسيطة وعادية فهو أمر صعب جدا إذن كينا طريقة سهلة داروها المتحدثين باللغة الإنجليزية إذن الجملة هي هاتي جملة سهلة جدا في التتبع ديالها أو في التذكر ديالها عند الحاجة وكل حرف ديال كل كلمة الحرف الأول ديال كل كلمة كيعطينا أولا كوكب نبدأ مثلا بماء ميركوري فيري فينوس إكسلنس أرت لا هي الأرض أم مارس جي جوبتر ساترن أس يورانوس أس أولا أس أولا يو نبتون أولا بلوتو بي إذن هنا سهل جدا أننا نتذكروا على الأسماء هذو إذن هذا الشيء اللي غاد نشوفه في هذا الفيديو عادي إن شاء الله إذا غادي نبدأ بالقاعدة أو اللي تخيك أو اللي لوتيني ميغو أو القاعدة الأولى هي يعطي معنى لما تدرسه ذاك شي اللي غادي تقرأ خصوك تعطي معنى ما غاديش نحفظ واحد الفكرة إلا ما فهمتهاش أو لا إلا ما عطيتهاش معنى أو لا إلا ربطها بشي حاجة اللي سهلة في الحفظ ديالها أو اللي في التذكر ديالها نهار الامتيحة ناخدو مثال ديال واحد تجربة ليدارت عبر التاريخ كناخدو مجموعتين مجموعة واحد ومجموعة جوج ما هو المطلوب؟ إذا المطلوب من المجموعة واحدة هو أنهم يعطيوني تقييم ديال عشر كلمات من واحد حتى الخمسة حسب قيمتها بالنسبة لشخص معزول لوحده في جزيرة يعني بالنسبة للمجموعة واحد كنقولوا لهم غادي نعطيكم عشرة ديال كلمات وكل كلمة غادي نعطيوني تقييم ديالها من واحد حتى الخمسة يعني خمسة فهو قيم جدا وواحد فهو يوزلس ولا ليست لديه أي قيمة بالنسبة لواحد الشخص معزول بواحده في واحد الجزيرة أنا أخدوه مثال بالنسبة للمجموعة جوج المطلوب مختلف المطلوب هو كتابة عدد اليفويل الفويل هما ا 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 ات سترا في عشر كلمات إذا سأخدوه مثال باش نفهمه أكثر اللي أعطيناهم مثلا الكلمة رقم واحدة اي با أو للخبز المجموعة واحد المطلوب منها هو تعطيني تقييم من واحد حتى الخمسة بالنسبة لأحد شخص معزول في جزيرة إذا عطيناها الخبز فهو قيم جدا إذا تقييم هنا قد يكون خمسة على خمسة إذا الجواب ديال المجموعة واحد قد يكون هو خمسة إذا أنا كاتن خطع ماشي اي 2 وإنما خمسة بالنسبة للمجموعة جوج تحسب لي العادة دياللي فايل إذا العادة دياللي فايل A و E إذا تاوم الجواب ديالهم قد يكون جوج وهنا ستكون لدي خمسة إذا في نظركم قبل أن نرى المشكلة سنرى الهدف الهدف هنا ليس هو نحسبه الفويل أو نعرفه القيمة هذه الكلمات وإنما الهدف هو من بعد سنسأل المجموعتين ونرى ما في هذه المجموعتين هي التي ستتذكر أكبر عدد من الكلمات يعني هي التي حفظت الكلمات بطريقة سهلة إذا في نظركم ما في هذه المجموعتين ستكون قادرة على تذكر الكلمات وإذا لمجموعة واحد التي تعطيني القيمة ديال الكلمة بنسبة لأحد الشخص مع زول في جزيرة وإن تصدقيني قيمة رخصة وإن تفكير معقد أو لا بنسبة للمجموعة جوج اللي تحسب لي فويل ننشوفه نندرسه أكثر باش نفهمه شكرا في هذه المجموعتين اللي ستكون قادرة على الحفظ بسهولة بالنسبة للمجموعة واحد المطلوب هو تعطيني القيمة ديال هاد الكلمة بنسبة لشخص مع زول في جزيرة إذا كانت مثلا أفراد المجموعة قبل أن يعطيني تقييم من واحد حتى الخمسة يتخايل الشكل الخبز اللون الخبز الوظيفة الخبز الرائحة الخبز قبل أن يعطيني تقييم إذن فهو أكثر احتمالية أنه يتذكر هذه الكلمات في مصباح المجموعة جوج لا يهم الشكل أو اللون أو الوظيفة أو الرائحة فقط يتهمون هذه الكلمة ويبدأ الحساب يحسب لي العدد الفوية اللي يقول لي A O E سيعطيني جوج إذن اللي غادي يفهمها أو اللي غادي يتذكرها أو اللي غادي يحفظ هاد الكلمات هادو حد الهدف ديالي هو يحفظ الكلمات اللي غادي يحفظها مزيان هو المجموعة رقم واحد إذن هنا شنو خصنين ندير خصنين نعطي معنا لدوك الدراسات اللي كندرس داك الدروس اللي بغيت نحفظها خصنين يعطيها معنا نشوف مجموعين مثال باش نفهموا أكثر إذن المثال اللي غادي ندرسه هنا هو كالي لا ديفيرانس entre كالي غادي يحفظ الهوالة واللقان أحسنين إذن م Vlad's conta قرب الوالكون إلك ي sud نوع 2 هذا الخاص على السبع لا يوسيقى يمكنك مراقب Gill اتضمنة ؟ كل إردين بعض المرتبات يلواب القطرب كمدار يوجد كمدار 또د مشغير سعرى كما يظهر في الصورة لكي نحفظ هات التعريفين أو الفرق بين هات الفولقان إفزيف و الفولقان إكسبلوزيف لنحاول نربطها بشي حاجة اللي سهل أن نتذكرها يوم الامتحان إذا شفنا مثلا إكسبلوزيف إفزيف شكون فيهم الذي يحيله أكتر إلى انفجار إذا أنا كنشوفه أو يعني كتفكرني في واحد الكلمة اللي هي بوم إلا قلنا إكسبلوزيف يعني بوم إلا تذكرتي بوم على الامتحان غادي تربطها بالوفولقان إكسبلوزيف كيفاش غادي تربطه مع هادو إمتى كيكون عندي انفجار ماللي كيكون عندي كميات الغازات كتيرة دونك دو قانتيتي دو غاز كيفاش غادي تذكرها غادي تخيل والمس أو لا مشروب غازي إلا حركتي مشروب غازي بزيال وحللتي البوشون لشنو غادي وقع غادي وقع انفجار علاج حيث داك المشروب الغازي فيه غازات إدان إحنا تذكرنا بوم بوم غادي تعطيني جراندو كونتيته دو غاز يعني إكسبلوزيفيتي أمبورتان إلا عندي دي غاز كتكون إكسبلوزيون إلا عندي إكسبلوزيون يعني دوك المواد اللتي ستنفجر كيفان إكسبلوغي أو لا إكسبلودي فين غادي يمشي واش غادي بقاو سير بلاس لا غادي يتلعو الفوق وغادي يعطوني وغادي نزلو لتحت من بعض وغادي يعطوني أنقون يعني غادي يكون عندي مخروط بوركاني ما كتبقاش كتبقى حدا المخروط البوركاني أبسونس دو كولي دولاف من اللي كيكون عندي إكسبلوزيون واش كاين سائل لا عشنو كيكون كيكون غازات وكيكون دخان تشي بنسبة الإكسبلوزيون من بعد غادي يجي هذا الفوزيف بوركان إنسي كابي غادي يكون العكس ديال لوفولكون إكسبلوزيف يعني بورocrال دولاف كيفyas توجد ريكز بورك تلواب يقول إنسي كابي إلا كهنا ما كيينش لكل دولاف يعني هنا كيين دي Kinda دولاف هنا كيين بدي غاز هنا لا كيينش ديْغاز هنا ما كيينش لوقون عملك على هذا لكل غير ويطلع ويبعيد من لوق يعني ما كيينش تشكول ديال للمخروط ما كيينش بوركو حيط ما كيينش دي غاز. الى ما كان اش دي غاز ما غاديش تكون اكسبلوزيفيتي. اذا انا الهدف هو انني نعقل على الفكرة ونحاول نربطها. اذا هاس تعريف هادش هاده كامل. واش خرجناه من واش حفظناه. واش خرجناه من الدماغ ديانه. لا. مني خرجناه خرجناه من كلمة اللي هي بوم. انا مثل ها نكسبة اللي هي اكسبلوزيف. ايفوزيف. اكسبلو. كتفكرني في بوم. فيها او او او. اذا بوم. خرجنا منها هاس تعريفين كاملين. بلا ما نحفظه بلا ما نخسر عليه اي مجهود. الشي اللي كان سميه انا انك تنجح بلا ما تحفظ. هدا هو التفكير العلمي. ننتقلو لمعطاة الثالث او لا. الخاصية او لا التقنية الثالثة. ادرس قليلا لكن بفعالية. ما اللي كان نكون كنقرأ كان وجد الامتحان خصدك الدراسة ديها تكون فعالة. حيث بنام كاين بنام كي يخدم بزاف بدون فعالية. ما كانش افكاسيتي. اني با افكاس. وكاين بنام كي يخدم ولكن فعال. يشوفوا واحدة المنحنة او واحدة المبيان. فالشكل هذا. اذا تخيلوا بلي هاد المنحنة او هاد المحوار دي الاراتيب. يعني المحوار العامودي يعطيني الافكاسيتي او الانيرجي اللي كان عند الانسان. اذا غادي تبدأ الدراسة ديها لك نورمال ما تبدأ بتقريبا مئة في المئة. والمحوار الافقي غادي يكون الوقت. في نظركم. اش حال خص لانسان يقرأ قبل ما يعيه? اشنا هي المدة? واش خمسة دقائق? واش ساعة? واش ساعتين? واش? اشنا هي هاد المدة هادي? اللي غادي تكون الانيرجي ديالك طاقة ديالك كاملة. وغادي تفقد هاد الانيرجي. اشنا هي هاد المدة? اذا هاد المدة هادي هي نصف ساعة او لا تلاتون دقيقة. يعني من اللي كتكون كتراجع ما تفوتش تلاتين دقيقة. غادي تقرأ تلاتين دقيقة. اش نخص كتدير من بعد? خاصك استراحة ديال خمسة دقائق. من بعد غادي ترجع غادي تلاتين دقيقة اخرى. غادي تلاتين دقيقة اخرى. غادي دراسة اخرى ديال ثلاثين دقيقة. هنا غادي تكون درستي ثلاثين ساعة ونصف. وخمسة عشر دقيقة استراحة. ولكن فعالة. في حين انك لا درستي ساعة ونصف. متوالية. فكون على يقين انك غادي تجينا غادي تكون طاقة ديالك صفر. يعني بحالة ما درتي ولو. دبا في هاد الاستراحة ديال الخمسة دقائق. اشنو غادي تدير? كان بزاف ما يدار. غادي تدير شي حاجة اللي تفوجع لك. غادي تدير موسيقى. غادي تهضر مع صديق ديالك. غادي مثلا الرسم. غادي تاكل شي حاجة. غادي تمشي تشرب قاوة. حتى تحس الطاقة ديالك رجعت. وغادي ترجع لمكان ديال الدراسة ديالك او للمكان ديال المراجعة ديالك. هادي هي النقطة الثالثة. مشي والنقطة. آآ النقطة الثالثة عفوا. اللي هي اجعل للدراسة اجواء خاصة. ما غاديش نقرأ فين ما ملقيت. ما غاديش لقى فى بيت الناعاسة او لا فوق السرير. ما غاديش لقى حدى تلفية لأصني مكان خاص بالدراسة. علاه. إلا قريتي فى السرير، فاتما تكوني مو غادي تنعز. إلا قريتي حدى تلفية واؤيتما تكومي أقام في منشي غا تلعب. او لا غادي تبطي تفرج تقول غا نلعب واحد للماتش. غا نلعب واحد الماتش مثلا газ يالاي لعباء، ولكن غادي تصدق تلاعب. غادي تتفرج خمساء نقطة سوف نذهب إلى خمسة دقائق و سوف نذهب إلى مرة العصر إذن بسبب الدراسة، ما سوف نقوم بمكان خاص في الدراسة لا تقوم بعمل من غير الدراسة وهذا المكان الأحسن أن تكون لديك خزانة في المنزل إذا لم تكن لديك خزانة، سوف نذهب إلى خزانة المؤسسة أو الإعدادية في أين تقرأ وهنا سوف يكون مكان خاص في الدراسة مع الأصدقاء ديالك أو لا على شكل مجموعة نقطة الرابعة هي أعد صياغة الجملة بتعبيرك الخاص بسبب الأغلبية للناس، ما الذي يكون يقرأ؟ يقرأ؟ يخاف أنه يسد الكتاب و يحاول أن تذكر ذلك شيء، سيقرأ أن تنسى حيث إذا نسى يعني رغم ما فهمه أو لا، ما حفظه إذا تريد أن تعرف أنك رأسك حفظتي و ستعقلين لأنني متحان ستحاول ذلك شيء يقرأ، تعاود له التعبير بجملة ديالك أو بالكلمات ديالك إذا ماذا نريد أن تريد؟ يقول للإنجليزيين سيقرأ، أو لا، استخدام بجملة ديالك سيقرأ بجملة ديالك يعني هذا الجملة التي أعطيك الأستاذ أو الذي كان في الكتاب المدرسي ستحاول أن تحاول إعادة الصياغة بالكلمات ديالك كن على يقين أنك ستذكرها في هذا الامتحان و لا يحتاج أن تحفظها حيث تفهمتي المضمون ديالك إذا قدرت أن تحاول إعادة الصياغة بنفسك ستكون قادرة أنك تذكرها عن عار الامتحان إذا النقطة هذه هي Use your own words من اللي كان نقرأ فقرة بغيت نحفظها مثلا كنصد الكتاب، كندير لي إعادة الصياغة وغادي ندوز للفقرة الموالي أنا في النقطة الخامسة سنرى مجموعة من اللي يتخلق أو لا المختلفات اللي ممكن يساعدكم في عار الامتحان مثلا، في القسم مثلا، إذا كنت تتخدم مادة علمية ره من الأحسن أنك تستعمل المواد التطبيقية يعني إذا كنت تتخدم بيدك كتشوف بالمجهر، كتدير المحالي ستكون قادر أنك تذكر نهار الامتحان أو في الحاسوب أو الهاتف إذا الكتاب يساعد أكثر أنك تذكر نهار الامتحان وتكون عندك مصباح، مصباح خاص في المكتب كتستعمله فقط للدراسة هنا كيساعدك كما قلنا في النقطة السابقة أنك تحدد ذاك المكان أو ذاك المجال ديال الدراسة إذا ما عندك شمكتب في المنزل غادي تدر واحد لمصباح بحال هذا مثلا غادي تكون خاصة بالدراسة ما تستعملها لأي حاجة أخرى تستعملها فقط للدراسة من اللي تسالي غادي تسدها ولا غادي تطفيها هنا الدماغ ديالك بحالة كتتعاوده كتديرها لأبيتود لأنه وقتماش على هذا المصباح كيعني أنه الوقت ديال الدراسة وهنا الدماغ كيتساعد معك إذا الشيلي كان في الفيديو بون شانس بوروزيك زامار شكرا على المتابعة و إلى اللقاء